بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكية والنخل ذات الأكمان والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرد البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجنال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استقعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ولحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالتهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيما فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يغفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكية زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئان متكئين على رفرف خطر وعبقلي حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الحمد لله الذي آدى اللهم جازها بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران اللهم انزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها وافرش قبرها من فراش الجنة اللهم أعدها من عذاب القبر وجاف الأرض عن جنبيها اللهم انقلها من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وضل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة اللهم استرها تحت الأرض واسترها يوم العرض ولا تخزها يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم آمنها من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة واجعل نفسها آمنة مطمئنة ولقنها حجتها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها وثقل بالحسنات ميزانها وثبت على الصراط أقدامها وأسكنها في أعلى الجنات في جوار نبيك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل عن يمينها نورا وعن شمالها نورا ومن أمامها نورا ومن فوقها نورا ومن تحتها نورا حتى تبعثها آمنة مطمئنة في نور من نورك اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم اللهم إنها جاءت ببابك وأناخت بجنابك فجد عليها بعفوك وغفرانك وإحسانك اللهم إنا رحمتك وسعت كل شيء وهي شيء فارحمها رحمة تطمئن بها نفسها وتقر بها عينها اللهم اغفر